يعني في ظلت الحد ما هوصل لمرحلة أنا خلص تعليم أتمنى أكون في مجال الصحفة والإعلام اسمي عود سامي بدير عمري 47 سنة وبتلقى علي أكبر طالب في مصر البداية كانت من خمس سنين رحت أتعلم في فصول محو الأمية وطبعا الموضوع كان يعني ما كانش في دماغي التعليم لكن لما رحت واسترامت شهاية محو الأمية فرحت بها جدا من المواقف اللي ديتني دافعة يعني ديقتني وديتني دافعة في نفس الوقت إحنا طبعا إحنا عايشين في منطقة رفية وأهل البلد هنا عارفين بعض فحد جي سأل عني في البلد بقول له سمحت أنا عايز أروح منزل الأستاذ عود سامي فطبعا الأخ اللي رد على اللي جايس قال عني قال له أن أنت حداك عايز الأستاذ عود سامي ولا الحج عود سامي أمي له حداك هي تفرق ما بين عود سامي والحج قال له آه طبعا عود سامي الحج عود سامي ده مش متعلم إنما لو أنت عايز الأستاذ عود سامي ده مش موجود عندنا في البلد فطبعا دي من الحاجات اللي ديتني دافعة إن أنا عايز أكمل تعليم لكن بعد ما كبرت فهمت إليه والدي ما كانش موادين كان لسببين السبب الأول للظروف المادية أنه كان رجل فلاح وطبعا الظروف زمان كانت على الأد بعد كده لأنا عرفته بعدين بقى أن والدي إحنا كنا صوائد قيد ميلاد كان في حرمان كانت حزب حرمان جامد من التعليم ومش أكتب عليك فعلا فضي الإحساس ده عندي لحد ما مات كنت بروح للأطفال اللي هم جراني الأكبر مني في السن هما كانوا في مراحل إعدادية أنا كنا أكبر مني فكنت طبعا بجيب أنا كنت بشتري من نفسي كده وكنت بعلب نفسي بجيب ألم واجيب كراسة وكتب زمان بيكتب وأروح ألاقي الأطفال اللي بيأخذوا دروس أو بيذاكروا أذاكر معهم مع إن أنا ما كنتش أخد شهادة ولكن الشهادة اللي أنا خدتها هو أن أنا تعلمت الكراءة والكتابة بمهارة الحمد لله طبعا في الفترة طبعا لأنني ما دخلتش في المدارس ظروف والدي ما كاش تسمح وبدل ما يدخلني المدارس دخلني أتعلم الحلاء والحمد لله لا يمكن هي المرحلة اللي أنا في هذا الوقت مرحلة بسيطة ولكن أنا حاسس أنني بحضر الدكتوراه في البداية لما أنا فكرت في مجال أن أنا أتعلم كده أنا عرضت الفكرة على زوجتي أن أنا عايز أتعلم وطبعا زوجتي مش معارضة بقى أن أنا أتعلم لكنها متخوفة من نظرة الناس لأننا نحن في منطقة رفية والناس ستقلس علينا أنه إزاي بعد ما بقى عنده 47 أو 50 سنة عايز يخش بقى دادي أنا عندي محمد في كلية شارع وقانون وسام في تانية التجارة ولسه عندي بقى البنت صغيرة كده لسه ما راحتش مدارس ولما عرضت عليهم الفكرة هم رحوا بها جدا طبعا هم اللي هم بيدخلوا في المدرسة منازل ده ما بيروحشوا كل يوم ولكن بيروح على امتحان لكن في الفترة ما بين اللي هم بيروحشوا طبعا ما كنت براجع مع الأطفال اللي هم زمايلي وكده كانت بيراجع معهم الدروس وكده عشان خاطر في الامتحان نقدر رباني يوفق يعني نفسه أوصل لهدفي إن ربنا قدر لي للعمر أوصل لهدفي حتى لو شهر أو شهرين من الأمنية اللي أنا بيحبها وهي في مجال الصحاف والإعلم طبعا ترجمة نانسي قنقر